يا صباح الخير والسعادة على كل مصريين اللي بيشوفونا على شاشة التليفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى من الفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا جمانة وكل سنة أنت طيبة كل سنة وحركوا كلكم طيبين هل تعلينا الأيام المباركة والأهل العظيمة اللي بترفع فيها الأعمال إلى الله وهي ليلة النصف من شعبان اللي هتبدأ النهاردة من بعد صلاة المغرب والحد صلاة الفجر بكرة إن شاء الله ربنا ديم علينا جميعا الخير والبركة والمغفرة ويجعلها كلها أيام مباركة بمشيئتنا اللهم أمين طبعا يا مصطفى يعني ليلة النصف من شعبان هي ليلة يستحب فيها الاكثار من الطعاط والعبادة لأنها ليلة يستجاب فيها الدعوات وفيها تم تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام إكراما للمصطفى صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتمنى على الله أن تكون القبلة إلى بيت الله الحرام فنزل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة طردها فولي وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم وده كان في ليلة النصف من شعبان يا مصطفى صحيح الليلة دي كلنا عارفين يا جمان لها فضاء عظيمة جدا هذه الليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل يغفر للتائبين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان فلما سئل عن ذلك قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عمليا وأنا صائم علشان كده من فضاء شهر شعبان هو التأهب والاستعداد لشهر رمضان بالصلاة والدعاء وصلة الأرحام وغيرها من كافة الأفعال الصالحة من أجل التطهر من المعاصي ودخول شهر رمضان خاليا من كافة الذنوب ربنا يتقبل صالح أعمالنا جميعا ليلة مباركة وأيام عظيمة بتعتبر منحة إيمانية يجب علينا اغتنام هذه الأيام في التقرب إلى الله بالتعاط من صيام وصلاة وصداقات وقراءة قرآن وصرة الأرحام ربنا يرزقنا جميعا خير هذه الليلة ويديم علينا أيام الخير والبركة بنصبح على حضراتكم مرة تانية كل سنة وحضراتكم بألف خير صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر